وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت من ضبط 565 قضية تمونية مستندية وعينية خلال 24 ساعة وذلك بمضبطات بلغت قرابة 228 طن من المواد الغدائية وغير الغدائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 92 طن كما تم ضبط قرابة 115 طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبايع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض هذا وتمكنت أجهزة الوزارة من ضبط قرابة 21 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغدائية وغير الغدائية فضلا عن ضبط 488 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 184 قضية خبز ناقص الوزن و183 قضية خبز غير متابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر